هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي محمد علي النفط بمناسبة تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي اليوم العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان عن تمنياته لمعالي محمد علي النفط بالتوفيق والنجاح في مهام عمله مؤكدا تطلعه للعمل مع معاليه بما يعزز مساعي البلدين لتطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة